وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 412 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 35 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت وزارة الداخلية أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة إلى جانب ضبط قرابة 31 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وذلك بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط 623 قضية من بينها 155 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابق للموصفات في مجال قضايا المخابس فضلا عن ضبط قضيتين في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي بمضبوطات بلغت أكثر من ثلاثة أطنان من الأقماح المحلية